بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قلات النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ورحمة بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال ألف مليون مبروك النجمة التاسع للنادي الأهلي ألف مليون مبروك طبعاً مباراة والأروع فرحت كل الأهلوية نمنى فرحانين نمنى يعني يمكن من الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني من الفرحة أي الحقيقة فرحة يعني غير مسبوكة يمكن انتظرنا البطولة دي سنين طويلة ألف مليون مبروك لجمهور النادي الأهلي ألف مليون مبروك لمجلس الإدارة ألف مليون مبروك لللاعبين ألف مليون مبروك للجهاز الفني والجهاز الطبي والجهاز الإداري وكل العاملين بالفريق كانوا رجالة وكان فيه قتال حتى النهاية إن شاء الله وكانوا هم عارفين أن البطولة دي مهمة لجمهور النادي الأهلي شفنا كلام كابتن الشناوي قال إنه حتى بين الشوتين اتكلموا قال إيه قال يا جماعة ده حلمنا وحلمنا بيقرب محدش هيخدوا منها الف مليون مبروك الحقيقة كنتوا على قدر المسئولية يعني فرحتونا والبطولة زي ما بيقولوا بطولة دي بخمس بطولات أو ست بطولات يعني الحقيقة حاجة حالة نادي الأهلي عايش حالة جميلة جدا والأهلوية عايشين حالة جميلة جدا في مصر بس الحقيقة في بعض الدروس وبعض الأمور المستفادة من هذا المطش أو من هذه البطولة الحقيقة بعد ما فرحنا وزي ما بيقولوا نشوة النصر خدتنا يوم او اتنين لازم النادي الاهلي كده لازم نفكر ونشوف استفدنا ايه ايه اللي استفدنا من البطولة دي زي خدناها ندرس نحلل نشوف ازاي نقدر حاجة كويسة ندوس ونكمل فيها حاجة مش كويسة ازاي نقدر نتغلب عليها ونطلع لقدام اكتر خلينا اتكلم كل اللعيبة كانوا رجالة وكل اللعيبة عملوا اللي عليهم والجن سواء الجنع السلية او جن افشة هم جنين في الاخر ولكن الجنين دول جم نتيجة جهد تسع لعبين الباقيين عشان توصل للاخر للجن ولكن عندي يعني كومنتو صغير على افشة وعمر السلية الحقيقة اللعيبة دي من اللعيبة اللي ملهاش حس كتير في النادي الاهلي يعني من ساعة ما دخلوا بالذات يمكن افشة كمان من اللعيبة اللي جات النادي الاهلي ما تلاقلوش حس يعني بيتمرن ويشتغل ويتحلم من اخطائه وزي ما بنقول مش مركز غير في الكورة عايز يحط نفسه مع العظماء اللي لبسه تشيرت النادي الاهلي افشة اشتغل على نفسه طور من اخطائه عرف مشاكله فين بيسمع توجهات الجهاز الفني بيتقبل نصيحة زميله لعيب الحقيقة انا بقولي ان ده نموذج ممكن يحتزى بيه لكل اللاعبين اللي عايزة تيجي النادي الاهلي وتلبس في النادي الاهلي في النادي الاهلي ليها واجبات وحقوق قدام جمهور النادي الاهلي افشة فيهم الكلام ده ويشتغل على نفسه ربنا في الاخر قرمه ربنا قرمه اداله هدية ان هو فرح الملايين دي كلها فاذا اتمنى ان كل الناس حتى الالعاب الاخرى يعني يعني زي ما بيقولوا ياخدوا افشة نموذج لهم الحقيقة منتهى التواضع منتهى الاخلاق الاحترام احترام الكبير كل ده شايفينه في افشة والحقيقة احنا كنا سعداء جدا جدا بالهدف اللي جابه ولازم يكون قدوة ولازم يتعلم منه الكلام ده طيب النادي الاهلي الحاجات برضو المستفادة النادي الاهلي من الاندية كل مؤسسة او كل منظومة بيحصل فيها اخطاء بيحصل فيها عدم توفيق في امور معينة النادي الاهلي بيشتغل على ده وبيصلح ده وبيشوف ايه اللي مفروض يتعمل ويعمل وايه اللي مفروض يعني يطور فيه النادي الاهلي او يطور ازاي اداء النادي الاهلي وبيعملوا بيشوف المشكلة فين وشوفنا فريق الكرة بقالنا ثلاث سنين او اربع سنين بنبني في الفريق ده عشان نوصل للنتيجة دي والمنظر اللي احنا شفنا ده انا عايز اقول لكم النادي الاهلي مش نادي مجرد النادي الرياضي لا دي مؤسسة ومنظومة بتشتغل على ما هو كويس تزود منه وما هو فيه يعني مشاكل او تصبتات النادي الاهلي بيواجه مشاكله واموره وبيعالجها وعشان كده النادي الاهلي فيه استمرارية النجاح الاستمرارية في النجاح عايز منظومة كاملة هو ده النادي الاهلي هروح لنقطة ثالثة كنا في حلقة 23-08 هنا في الابطال بعد اخسارة النادي الاهلي مباراة الزمالك اللي كانت يعني حلقة 23 دي كانت بعد المطش بيومين وكان فيه حالة من الحزن والناس كانت زعلانة احنا هنا طلقنا في برنامج الابطال قلنا كلام معين وقلنا كلام الحقيقة كان فيه منجدة لجمهور النادي الاهلي الكلام ده احنا في قناة النادي الاهلي وحتى انا شخصين في برنامج الابطال ما بنبعش الجمهور النادي الاهلي كلام احنا بنقول حقيقة وبنقول امور احنا حسنها وامور يعني أمور مهمة جداً في الرياضة مهمة جداً في كيان النادي الأهل طب خلينا نشوف قلنا إيه كده في حلقة 23-28 وارجع لحضراتكم طبعاً مباراة مباراة الأهل والزمالك لكرة القدم اللي تبعناها كلنا أكيد إحنا زعلانين ده وده طبيعي جداً ولكن خلينا نتكلم بقى بكل منطقية هو إيه اللي حصل؟ أحنا خسرنا مباراة؟ أه خسرنا مباراة ولكن لم نخسر بطولة النادي الأهلي دائماً أبداً على مدار التاريخ هدفه هو البطولات اللي بيتكتب في الإحصائيات واللي بيتكتب في التاريخ واللي بيوصلك تاخد حتى نادي القرن هي البطولات مش المطشات طيب مطشي زي ده جيب توقيت أه نقدر نعوض ونقدر نعالج الأخطاء في أخطاء أه في أخطاء طبعاً بتتصلح أه بتتصلح وأنا عارف أنا بقول إيه كل حاجة بتتصلح بس مش كل حاجة بتتقال ومش كل حاجة بنعملها بنقولها صدقوني كل حاجة بتتصلح أنا بقول لكم الكلام ده وإحنا مش مصرحين أكيد نقول معلومات وعمر مقارات النادي الأهلي بتقول معلومات غير اللي بقولها النادي الأهلي طيب النادي الأهلي لسه عندنا بطولة الدوري بطولة أفريقيا للهدف الكبير للنادي الأهلي أنا عايز أقول لكم النادي الأهلي طبعاً ولا يخفى عليكم من الكلام ده ولا علي ولا على أي حد النادي الأهلي بتعرب لهج مشارس عمره ما تعرض لها في حياته أكيد أنتوا عارفين الكلام ده وشايفينه وإحنا عارفينه وشايفينه والنادي الأهلي أقوى من أي مطبط شافه في تاريخه أمشان اللي بقول النادي الأهلي فعلا أعلى وأقوى من أي مطبط هتقابله وعد المطبط دي على مدار تاريخه بس عدا بيكم ومنتو النادي الأهلي عدا المطبط بيكم انتو بيكم وبتلحونكم وقفكم وراء النادي الأهلي الوقت النادي الاهلي عد ما طبقه ما طبقه ما عد بأي فريق كبير ولكن انتوا اللي هتساعدوا هتوقفوا في ظهر النادي الاهلي كل الدعم انا هيسم السعيد انا اقل واحد في هذه المنظومة انا اخر واحد في جمهور النادي الاهلي دعم متناهي متناهي للنادي الاهلي ان شاء الله لغاية ما نحقق البطولات اللي هو عايزها او حد يخش من جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي نفسه احنا في ظهر النادي الاهلي إحنا بنقول دايما ودي شعار إحنا دايما حطينه على الحلوة والمر مرة إيه اللي شفناه مع النادي الأهلي؟ إيه المر اللي شفناه مع النادي الأهلي؟ بصراحة يعني خلينا نقول بأمانة إيه المر اللي شفناه مع النادي الأهلي؟ خسارة مباراة بيحصل في أي حد ولكن النادي الأهلي عمره ده غيرنا بقى يعني معلش هو اللي يقول اللي شاف مره إنما إحنا كالنادي الأهلي أو كمشجيين النادي الأهلي دائما أبدا كان النادي الأهلي هو مصدر سعادتنا النادي الأهلي هو مصدر سعادتنا مر إيه اللي شفناه ولكن هنا الاختبار الحقيقي جمهور النادي الأهلي لازم يدعم وأنا أولهم لا أنا آسف أنا آخرهم بدعم النادي الأهلي بلا حدود ولازم اللعيبة والفرقة والنادي ومجلس إدارة كل من ينتمي لهذه المؤسسة يحس بهذا الدعم والدعم ده اللي هو كان دائما أبدا هو جسر الممر فوق أي مطبات اللي طبعا أنتوا عارفينها وأنا عارفها وكل مصر عارفة النادي الأهلي بتعرض لإيه خلينا نحط إدنا في إدن بعض وكل الدعم الليقول من النهاردة كل الدعم الفريق الكورة وكل الدعم الجهازه الفني عندنا شهر مصير إن شاء الله ننسى اللي فات ونيجع اللي جاي وأنا أقول لك أنا عندي ثقة يعني وأنا مغمض النادي الأهلي هيفرحنا سنين طويلة كمان لأنه هو ده النادي الأهلي أنا أسف أنا يعني طبعا أنا يعني مش بغطي الكورة بس الموضوع ما بقاش كورة أصله الموضوع ما بقاش كورة الموضوع بقى النادي الأهلي فلازم هنا يبقى فيه وقفة وهنا نتكلم دي رسالة من الجمهور النادي الأهلي وأتمنى إن أنا ألمس ده وأتمنى مش أنا مش مهم أن ألمسه هيسم السعيد مهم إن اللعيبة تلمسه والجهاز الفني والنادي يلمس هذا الدعم كل الدعم وكل الوقوف بجانب النادي الأهلي ده كان كلامنا الجمهور النادي الاهلي وكانت رسالتنا يوم 23 تمانية بعد خسارة مباراة في الدوري وقلنا النادي الاهلي ما بتعملش بالقطع ومموراه ما كناش بيبيان كلام قلنا النادي الاهلي عنده الدوري وافريقي اهم الاهم هي البطولة وليس القطعة وحصل خدنا الدوري وخدنا بطولة افريقيا قلنا ان النادي الاهلي عنده مطباط والمطباط دي هيعديها بدعم الجمهور والجمهور دعم النادي بتاعه وقف وراه واللعيبة حست بهذا الدعم وحسد بالباور اللي واخدها من الجمهور وخدنا بطولة أفريقيا ونبلوكم إن شاء الله لسه كمان الأحلى لسه مجاش بإذنك يا رب طول ما احنا ماشيين كده الأحلى لسه مجاش أنا عايز أقول برضو بعض الأمور اللي تعلمناها إن بارح شوفنا كابتن محمود الخطيب في كلمته واحتفاليته الديقة مع اللعبين